دع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس إلى تعزيز التشريعات التي تضمن أن تكون المساعدات الأمريكية مخصصة إلى أصدقاء الولايات المتحدة فقط وخلال خطاب ألقاو ترامب أمام الكونجرس الأمريكية هدد ترامب مجددا بعض الدول التي صوتت ضد قرار واشنطن بشأن القدس بقطع المساعدات الأمريكية عنها مطالبا الكونجرس باستخدام 20 مليار دولار من المساعدات في خدمة المصالح الأمريكية وفي سياق آخر أعرب ترامب عن فخره بما حققه التحالف الدولي في هذيمة تنظيم داعش الإرهابية وتمكنه من تحرير 100% تقريبا من الأراضي التي احتلها التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا